السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم كراء ومتابع فيتو في حلقة جديدة من برنامج فتاة والنساء في رمضان الشهر اللي بركاته مالية بيوتنا وفرحته رسمت البسمة على وجوه كل أسر النهاردة هنتكلم عن مسألة بتهم كل سيدة مسلمة حبّة إنها تصلي صلاة الترويح في رمضان وحبّة تعرف هل الأفضل ليها إنها تصليها في المسجد ولا تصليها في بيتها خلينا في الأول نقول إن صلاة الترويح من النفاحات الربانية في الشهر الكريم واللي بتكون أحد الأبواب الهمة اللي الواحد مننا بيحاول من خلالها يقرب من ربنا أكثر وأما عن الحكم الشرعي لصلاة الترويح فهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان والعلماء أكدوا إنها بتأخذ ثواب قيام الليل في الشهر الكريم ومن العادات المصرية الجميلة دايماً إن صلاة الترويح بيكون ليها أجواء خاصة في رمضان في المساجد اللي بتكون متاح فيها الصلاة واللي بتتم السنة دي وفق الضوابط اللي أعلنت عنها وزارة الأوقاف في وقت صوبة الدكتورة نورة عبد الفاضيل عضو مركز الأظهر العلامي للفتوى الإلكترونية أكدت في تصريحات خاصة لنا في فيتو إن صلاة الترويح سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليها فضلها عند المولى عز وجل وأكدت إن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من الصلاة في المسجد واستدلت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن وأكدت في الوقت نفسه إن معنى الخيرية هنا لا يعني منع المرأة للزهاب لصلاة في المسجد لو أدينا لها